السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباح السلام دكتورة عصام. دكتورة غادة ازاي حدث? أوكي. تمام. دكتورة غادة. مفيش صوت يا دكتور محمود. دكتور غادة. هي اول حاجة احنا بس هنتكلم في الاناتومي. وهو الوحيد اللي حتى اللي احنا بنقول عليه. لانه كومبوزد مانلي فور فايف كومبونانس. وكل لفلت منهم زي ما هنشوف الصورة اللي بعد كده. دي في اللي بنشوفها في الشورت اكسس بيو انا عايز اعمل بويتر. بالموز. دي هنا في الاناتومي دي الانتيريور لفلت. وهدي البستيريور لفلت دي الشكل اللي احنا بنشوفه للميترال. ضيطиноيط التي دي الانتيريورnąل في الغرص في الغرصبوسي. بيتقسم الأنتيريور الفلت لثرينا سابع القطننا بالموت بالموت. بيتقسم الأنتيريورن الفلت لثري نخف قليل ثري نخف قليل ثري، ويمكني فور الغرصبothers الخف قليل. بيتقسم الأنتيريور لثرينا 태 비슷 Pompeowi موجود اللهott. two leaflets attached to the mitral valve annulus which is present in a fibrous structure the leaflets are attached to the baby muscles by the cordy thindini there are two babylary muscle lateral babylary muscle and the medial babylary muscle posterior babylary muscle is supplied by single blood supply while anterior supplied by two dual blood supply the first thing when we talk about mitral stenosis we talk about the role of echocardiography in mitral stenosis echocardiography mitral stenosis has important role يمكن هو اهم واحد بالنسبة للفور فالفس اللي عندنا الميترال الايكوكارديوغرافي اهم واحد فيهم في نقطة كتيرة جدا اول حاجة ان هو تكون فرم دياجنوزيس اوف ميترال stenosis وايه هو الاتيولوجي بتاع الميترال stenosis ده حاجة ريماتيك كالسافيك كونجينتال او او اي ازاركوز نقدر ناسسل سواء ميترال stenosis سواء ميلد مودر او سيفير الابستريم كونسيس اللي بتحصل مع الميترسنوزيس بدءا من الليفت اتريال ديلاتيشن البلمانري هيبرتنشن الريت سايد افكشن الدزيز بورو جريشن دو ده لما احنا بيكون عندنا حالات سواء الريت سايد او ميترال stenosis ميلد مودرد بنبدأ نعمل فولو ابل الكيسز دا وايه اهم حاجة بالنسبة للميترال stenosis هو الديسجن رغاردن سيربي الايكوكارديوغرافي هزقان امبورتن رول ان ديسجن رغاردن السيربي اقدر احدد يا ترى مين العيان اللي هيقدر يعمل بلو ميترال كومشروطومي او ان ده فور سير اشتركوا في القناة اول حاجة هنتكلم عن الميثبز ايكو اساسمينت او ميترال فالف عمطة احنا بنشوفه في في ملتيبل فيوز اند ملتيبل ميثبز اما بالتو دي او الام مود دوبلر او السري دي ايكو او بالترانس اوسفجية الايكو او الاسترس ايكو ده الاساسمينت ان احنا نقدر نعمل اساسمينت الميترال سنوز الوز اللي احنا بنشوفها في الترانس سراسك ايكو كارديوغرافي مني الباراسترنال لونج اكسس فيو والباراسترنال شورت اكسس فيو ان ابيكال فور وممكن الابيكال سري ان الابيكال تو تيوز هنا دي كتف الجايدلين الفين وخمستاشر ايه الاندكاشن بالنسبة للترانس سراسك ايكو في العينين اللي عندهم ميترال سنوز كان كلاس وان اندكاشن ان الترانس سراسك ايكو ده يمكن الدور المهم والوحيد بالنسبة للترانس سراسك اللي ييجي بعديه الدور اللي هو بتاع ترانس سراسك ايكو وده بيتعمل في عينين معينين ان هو شود بي كنسادر انباشنز كنسادر فور بركتينيا سميترال بلون كومو شرطمي عشان حاكتين اول حاجة ان انا اسس البرزنس or absence of left atlas rhombus and to further evaluate the severity of mitral regurgitation. ممكن نعمل اكسرسيز تست سواء بتردمل او دوبلر او invasive hemodynamic assessment to evaluate the response of mean mitral gradient and pulmonary artery pressure in patients with mitral stenosis لو فيه discurrency between resting doppler echocardiographic findings and clinical symptoms or signs. ودي هنشوفها في اخر سلايب بعدك. لو قلنا عن الاتيولوجي of mitral stenosis ممكن ان هو يكون برايمري وممكن ان هو يكون secondary. برايمري ده بيحصل مورفولوجيكال اتشانجز في الميترالفالف ابريتوس. مانلي الليفلت. زي ما احنا شايفين في الامج اللي جنبها. ان في هنا diastolic sickening of tips. diastolic edge اللي هو الديجينراتيو او الـ severe mitral annular classification can lead to mitral stenosis. ونجنتل زي البرشوت mitral valve وده very rare ان احنا بنشوفه. وده يمكن ان احنا ممكن نفكر فيها لما بنيجي في الـ clinical examination ايه الـ differential diagnosis اللي احنا بنشوفه في العيانين اللي بنقدر نسمع على الـ apex diastolic murmur. في اسباب كتيرة ممكن ان تخليني اسمع diastolic murmur على الـ apex from mitral hypnosis. اشهرهم ان انا ممكن يكون بسبب الليفتي اتريال ميجزومة. او ان يكون فيكون جونة الانومالي في الليفتي اتريال. او يكون functional بسبب ان العيان دوت عنده severe auric regerge eccentric. بيقفل الانتيريور ليفليت. وده بنسمعه في نوعين من الميرمر اللي هو الاستن فلينت والكاري كومس ميرمر. فدي حاجات كتيرة ممكن تخليني اسمع ده يستولك ميرمر على الـ apex ما يكونش السبب بتاعه mitral snows. عشان كده ده اهم رول حتى في الايكوف الاول ان هو نقدر نشوف ايه الاتيولوجي بتاع الميجزومة ده. قلنا الـ primary اللي هو اشهرهم الروماتيك او الـ degenerative. الـ secondary ان يحصل left ventricular inflow obstruction. بسبب mass vegetation او left lateral ميجزومة. او ان يكون زي الصورة اللي تحت هنا دي مبينة ان فيه posterior medias spinal mass compressing left ventricular outflow tract. وبالمرة مبينة ان يحصل على ميجزومة ميجزومة. دي هنا نحن لو هني كلم عن المورفولوجيكال اساسمنت ان روماتيك ميجزومة. اول صورة هنا. دي هنا في اول صورة دية اللي هي الصغيرة دي البراسترنة long axis view. اللي هنا بالسهم الاروم بيين هنا دي الفتياتريم. seems dilated. this is the mitral valve. the anterior mitral leaflet and the posterior mitral leaflet and the aortic valve. هنا زي ما احنا شايفين انه حتى فيه sickening لل leaflet tips. وفيه diastolic dooming. لو شوفنا هنا في البرسترنة short access view. هنلاقي ان اللي فوق ديات دي الانتيريور reflet. واللي تقعط دي البستيريور reflet. ده اللاترال كوميشر. وهنا الميديا الكوميشر. وزي ما يبين في الصورة قدامنا ان الميترال بيفتح وبين ان التو كوميشرز فيوزد. صورة هنا واضحة مش واضح فيها نقدر اعمل اساسمنت على الكوردي او بالمصل ودي هنشوفها في صور تانية. دي صورة تانية. دي برضو نفس الطريقة في البرسترنة long axis view. restricted posterior leaflet sickening tips of anterior leaflet with diastolic dooming and dilated left atrium. ده الشكل اللي احنا كنا بنشوفه حتى في البرسترنة short axis. بتديني شكل الشبه. الفيش ماوس. بالشكل دوت دي شكل الفيش ماوس. ودي يمدي الصورة الجانبية ليها او حتى في الصور اللي فاتت. دي برضو كانت نفس الطريقة لما الميترال بيفتح. بيديني شكل فيش ماوس. بيروس. يبا ان احنا المورفولوجي اول حاجة ان الليفلت موباليتي بتقل بيحصل في ديستوليك دومنج اف انتيرو ليفلت. ممكن يحصل ولكلسيفيكيشن ولكلسيفيكيشن لما بيحصل بيبدأ عند التب بعد كده بيسبريد للبيز. وده مختلف تماما عن الحالات اللي احنا بنشوفها في الانيولار اه ميترال كالسيفيكيشن انها بتبدأ من البيز. دي يمكن النقطة الهول مارك اللي انا قدر افرق فيها ما بين العيان اللي هو او ان هو بيبدأ يحصل يبدأ يحصل. دوت انا بقدر اشوفه في صورة تانية حتى ممكن بنوضحها بعد كده. ان انا لما بقيس في 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 السيستولي والميترال في كلوزد ببايني الكوردي عندي. مكان ده بعمل فريزنج للصورة وبقيس الكوردي تنديني. اللينس بتاعها النورمال انها تكون اكتر من عشرة ميلي. لو اقل من عشرة ميلي فده معناها ان هي شورتند اند سيكند كوردي تندين. ودي هتفيدنا بعد كده في السكوريني ساستم. دي الصورة هنا بتبين لنا اللي هو الديجينياتيف بالريد ارو اللي هو في بيين كالسيفيكيشن واخد ممكن الانيولاس مع اكستنينج للميد او للتب اف بستيرر ميترال فالف لفليت. وده بنادر نقول ان هو فريقونتلي اوبزرفد in elderly associated with hypertension as a sclerotic disease and sometimes ممكن نلاقي معاه لاما ممكن sclerotic aortic valve او انه ممكن يبرجرس اكتر انه يبقى المهم في النقطة تاني اللي انا بفرع فيهم الديجينيراتيف ميترال سنوزيس عن الروماتيك اول حاجة الكلسيفيكيشن في الروماتيك بيبدأ من التب ويكستند للبيز بعكس الديجينيراتيف بيبدأ من البيز ويكستند للتبس ثاني حاجة انه في كوميشورال فيوجن بيحصل في الروماتيك لكن ده ما بيحصلش في اغلب الاحوال في العينين اللي عندهم عندنا في ملتيبل مسجدس انا ما اقدرش ان انا اعتمد على وان اسبيسيفيك مجمونات وان كان حتى فالجايدلاينز بتقول اللي هو الموست ريليبل هو الميترال فالف اريا باي بلاني متري بس في اوقات كتيرة انا ما اقدرش اعتمد عليها بسبب في سواء ارورز او او بعض الكيس انا ما اقدرش اعيز فيها الميترال فالف اريا باي بلاني مت لازم استخدم كل التولز المتاحة بالنسبة لي عشان اقدر ادياجنوز الميترال سنوزيس اتيوليش بتاعه عند السيفيرتي وبناء عليه هقدر احدد الديسجن فور زيس بيشن اول حاجة بنبدأ بالام مود نستخدم التو دي عنده لو عندنا في لابالة ان احنا نستخدم السري دي اتيزة باست الكلار فلو مابينج نقدر نيقع نشوف الميترال فالف الاريا او السيفيرتي او ميترال سنوزيس باي ميترال فالف اريا باي بلاني متري باي بريشور الريديانت باي بريشور هطايم وفي حاجات تانية ليس كومون ومستخدمها في حالات معينة زي الكنتينيوتي او البيزة انا في الام مود اول صورة اللي احنا شايفينها فوق دي الام مود دي الشكل الطبيعي اللي احنا بنشوفه في الميترال valve opening during الديسجن ودا الشكل الطبيعي لا يختفي تماما في العينين اللي عندهم ميترال سنوزيس شوفوا في الصورة اللي تحت يبدأ يحصل من احنا بيضل زي ما احنا بنشوفه في الصورة التوضيحية دا او في الام مود وان احنا لو قدرنا ان احنا بنقيس اللي احنا بنقيسه سنتيمتر لو السلوب دوت اللي احنا بنقيسه سواء هنا او احنا اثناء هنا تلع اقل من خمستاشر مليمتر ده معناه ان الميتر الفالف اريا اقل من وان بوين سري سنتيمتر ممكن بيبدأ يحصل اللي هو زي ما احنا شايفين كده بيحصل انتيرو موشن ادي الانتيرو الانتيرو ليفليت وادي اللي تحت الانتيرو ليفليت اتحركت انتيرو لي ودي بنسميها دي بقى الصور اللي احنا بنشوفها في ال 2D ايقو بالنسبة لما بنعمل اول واحدة على الشمال زي ما احنا شايفين كده دي براسترنا زي ما احنا شايفين ده البراسترنا مبين هنا ان فيه دي ليتد ليفت اتريم ده الاورتك رود بالاورتك فالف وده الميترال فالف ده الشكل اللي احنا بنشوفه في العينين اللي عندهم مترال سنوز اول حاجة ان بنشوف الميترال لما بيفتح فيه دي باستوليك دومينج في ساكننينج الانتيرو يبدأ يحكي بتاعة الباستيرو ليفليت هنا زي ما احنا شايفين بداية الكور دي حتى بدأت انها تبان وبين ان هي ساكند بالنسبة طبعا للصايز بتاعها او لنس بتاعنا ما اقدرش لازم طبعا نعمل فريزنج دير انجل ساستري وابدأ اقيس اللنس بتاعها من التيب لغاية التيب بتاع البابالري مصر واشوف اللنس بتاعها دي الباستيرنال شورت اكسس فيو زي ما احنا شايفين كده ادي الانتيرو ليفليت اللي فوق واللي تحت دي الباستيرو ليفليت لاترال كوميشر اند ميديا الكوميشر ده مد الشكل برضو بتاع الفيش ماوس ابيرانس وبين عندنا هنا ان فيه فيوز كوميشر ويمكن بالشكل برضو ممكن نأبرشيت ان ما فيش اي ديجري اوف كالسي في الصورة دايب دي البرس اخر صورة تحت اللي هي اللور رايت دي الاليكال فور ودي انا حطت عليها كالر عشان بس يوضح لنا اللي هو التربلانس اللي بيحصل بسبب الديستوري بسبب الستينوتيك فالف ليجن وده بيبا مهم بالنسبة لنا حتى بعد كده ان انا لما باجي اعمل assessment للميترال فالف بالكونتيني وسويف بيبا مهم جدا ان انا اشوف الكالر دوت وان انا لما بنحط السم بالفوليوم لازم تبا نزلة برر للمزايك كالر دوت عشان اقدر احسب الميترال جريديانس والبرشور هاف تايم بتاعي بصورة دقيقة. دي هنا كتفل برضو في اللي اتنشرت في الفين واربعتاشر الامريكان هارت اسشيشن امريكان كولوجي اف كارديولوجي قسمه الستيجيس ودي كانت تقسيمة حتى جديدة يعني اختلفت حتى من قبل الفين واربعتاشر وما بعدها في اول كانت كان بيبا من واحد سنتي او اقل دلوقتي بقى ان السفير متر سنتيمتر بقى اقوى 1.5 سنتيمتر أو لس فهنا الادت ريسك أو ميتر سنتيمتر مجرد ان احنا بنشوف ميترال فلو في دومي دوري ديستولي والميترال فلو فيلوسي نورمال وفيش اي هيمو ديناميك كونسيكوانسي البروغريسيف هو الميترال او المدرات حتى هو الميترال والميد والمودرات وفي اغلب الاحوال بطبال مترال في اريا اكتر من 1.5 سنتيمتر الميد بيبا اكتر من 2 سنتيمتر بالنسبة للاسيمتوماتيك سفير هما الاثنين زي بعض بنفس الداتا اني لازم تكون بالبلاني متر اكتر من او تساوي 1.5 سنتيمتر ولو قلت عن واحد سنتيمتر دي بنقول عليها ان هي فيري سيفير ميترال سنوزيس او طايت ميترال سنوزيس وبيبا في العيانين دول البلمانري ارتر سيستوليك بيبا اكتر من 30 مليميتر ميركري فهنا حتى لما نشوف هو كان كل اهتمامهم او كل اعتمادهم عبارة ان انا وده كانت ممكن نمرة واحد البلاني متري وبعد كده اعتمدوا على في بعض العيانين وان ما كانش ليه رول جامد او بعد كده. هنا دي كانت اول نشرت اللي هي كانت سنة ستة وتسعين ودي اللي غيرت بعد كده اللي هو كان عمل شهر ميترال فالفالفارية جميع البلاني متري بلاني متري البلاني متري is now level one recommendation plus B evidence. بلاني متري has been shown to have the best correlation with anatomical دي الشكل اللي احنا بنشوفه او حتى في الصغر اللي قبل كده ان احنا هاو تو اسس الميتر الفالف اريا باي بلاني متل الميزة بالنسبة للميزة بالنسبة للميتر الفالف بلاني اريا دي نقطة مهمة جدا ان هي less dependent on flow او الهارت ريت او التشمبر ودي مختلفة تماما حتى عن اياس البرشر جاليان صغر او الهارت ريت ومشرت او البرشر جدا ومشرت لايوجه مهمة جدا حتى اجتز الغاة تلو الوات بردو او البرشر الواتفر بلاني مترل هي افلت مائترا ل نıyoruz محل باردو بردو بردو بعد الصورة ديت وهنا اخدها هنا في الشكل دوت انا هعمل كذا صورة اول حاجة بالنسبة لنا ان انا لما باجي ابدأ اعمل اسسمنت للميترالفالف اه اريا باي بلاني متري في البرسترنال شورت اكسس بيو اول حاجة انا بعد ما بنحرك طبعا الروتيتنج البروب بنزل في الليفل بتاعي وابدا اعمل تلتنج بحيث اقدر اطلع على الكور دي وبعد كده منها اوصل للميترالفالف مجرد ان انا وصلت هنا وبدأت اشوف بتاعه وابدا ان انا اشوف الكماشر وانها هتكون بالشكل دوت ده خلاص بالنسبة لي هو ده اليقين ان الصورة ديت ازا باست توبتين الميترالفالف اريا من الصورة ديت وخاصة ان السونوسوس ده بيبقى ديت كتاول صورة اللي احنا كلمنا فيها how to assess الميترالفالف اريا باي بلانيمتري ان انا بالبرسترنال شورت اكسس بيو بنزل على الليل افريماصل وابدا اتلتنج اللايت وابدا ان انا مجرد ان انا وصلت لها بابدا اعمل زومينج عشان اقدر اشوف الميترالفالف وابدا اعمل للجين زي ما احنا حتى هنا هنبدأ نشوف في اخر الصورة ان الجين بتاعنا قل وده عشان ما اعملش لان لما الجين حتى بيكون لي ممكن ان هو موجود ممكن ممكن يخليني اقوض استيمات الميترالفالف اريا فالجينج لورينجين هادر ان انا اكسي كلود وابدا ان انا استيمات الميترالفالف اريا يبقى اعمل زومينج وبعد كده اقلل الجين واعمل فريزنج وابدا ايس الميترالفالف اريا ايس جي في الميت داستر زي الشكل دوت عملنا استيميشن لها طلعت اروند 0.9 سكوير سنتيميتر في حاجات كتيرة في البلانيمتري يعني اشكال مختلفة طب هاو تو اسس انا بالنسبة لي لو العيان عنده موضرت او سيفير ميترال اسنوزيس ممكن ااسس بالبلانيمتري زي اللي هي موجودة في ايه ايه باين عندي التو كوميشور زيوز جاست الاوريفيس بعمل تريسنج لي بيطلع لي الميترالفالف اريا هنا بي و سي دول بعد عيانين عملوا بالون ميترال كوميشوراتمي هنا باين في ال بي ان الميديال كوميشور بقى اوبين فده لازم ادخله او يبقى معايا في الميترالفالف اريا طلع لي هنا انه هو 1.8 سكوير سنتيميتر بالحالة الثالثة اللي هي سي باين عندنا برضو بسط بالون ميترالفالف بلاستي ان التو كوميشورز اوبنت وان التريسنج انكلودين التو كوميشورز طلع ان الميترالفالف اريا 2.1 سنتيميتر البيتفولز او الليميتاشن زي ما قلناها في الاول طب اهم حاجة بالنسبة لي ان انا يكون عندي جود اكوستيك ويندو مجرد ان في بور اكوستيك ويندو ده بي خليني ان انا مشاهد رئيس الميترالفالف اريا باي بلاني ماتري او ان يكون فيه سيفير ديستورشن باي سيفير كالسيفيكيشن اوف ليفلي تابس ده رضو بتخليها من الحاجات ان الواحد يقدر يقيس الميترالفالف اريا باي بلاني ماتري النقطة التالتة ودي من الحاجات المهمة جدا انها بتتوقف على التكنيكال اكسيبرتيز لانه هو مجرد انه هو لو نازل تحت التبس مجرد فيو مليميتر اوان مليميتر الاريا هتب باوفر استيميتد ومش هيب ده النورمل او الترو ميترالفالف اريا طيب سؤال هنا شود ويميجر زيس دكتورة غادة موجودة معايا وفي اينف المقبل تеры وميرنا طيب هيحب أن يحب يشارك نقدر نقيس بالشكل دوت هنا في البرسجر والباني الأكسيز ентов ويأتي الانتير避ها الميترال exatamente فإنحنا هائية ده معناها إن هو لو أكثر من 1.2 سنتيمتر ده معناها إن الإكسكرشن يعني إلى حد ما كويس بالنسبة للميترال فالف وده بيدينا انتباع إن ده نوت سيفير بس هي مش 1.1 هي بتبقى 1.7 1.7 لو قسنا المسافة دي وطلعت less than 0.8 سنتيمتر دي بتدينا إن هو سيفير ميترال سنتيمتر وهي بكتوبة هنا بس بس يمكن فيه تمانية استوديز اتنشروا في في منهم حتى كان فيه استودي كان دكتور سليمان غريب والدكتورة زينب عشور الله يرحمها كانوا عملوا استودي عن آخر استودي حتى اتنشر كانت في شهر تمانية اللي فات ومعظمهم أو كلهم قالوا إن هي دي ممكن نرجع لها في وحتى على السيرش ليها آخر استودي يمكن منشورة في شهر تمانية اللي فات يومي مسمى مسمى وهو الرقم اللي احنا حتى مؤتمدين عليه او الجهاز ان احنا بنقيسه ان احنا بنقسم مئتين وعشرين اعلى اللي بيطلع لنا دوت وده بيقول لنا رفلي ان الميترال بالفي اريا هاو متش از استنوز هانا بنيجي نشوف البراشر هافتايم دلواتي انا عندي بعمل في الصورة هنا اللي فوق الصغيرة دي الابيكال فور عامل الفوليوم على التبس او بقيس او باشوف باسس باي كنتينوز ويف دوبلا انا عشان اقدر ايسه مضبوط زي ما احنا قلنا في الصورة الاولينية بعمل كالر فلو بحيس ان انا اشوف الاليازنج اللي طالع من الميترال بالف وبخلي السامبل الفوليوم ده نازل باراليه بضايرك تانجل عليه او باراليه عشان اقدر اسس السيفيريتي او لو حيسل البيتي اي او هشوف البراشر هافتايم الاسلوم هنا بالنسبة لنا زي ما احنا شايفين انه هو دينس كنتور واصل للبيز لاين لانه ساعات حتى احنا بنلاقي ان البيز لاين هنا في بعض الصور ممكن بنلاقيها الحتة دي بطبالونها اسود فبنحاول ان احنا نحسن فيها بنقلل الفلتر بحيس بيننا الكنتور بالكامل في نفس الويف انا باخد على الاقل السري سايكل في السينس ريس وفي نفس الويف اللي انا بقيس منها البراشر هافتايم يفضل ان انا اقيس منه البيتي اي او اعمل تريسنج للسبيكتر الاسبلي دوت عشان يطلع لي البيك فيلوستي والبيك اند مين جرديانس على الميترال فالف هنا ادي احنا الاياس بتاعنا بنس من هنا من التب لغاية ما بنوصل بالبيز لاين ده المفروض انه هو البراشر هافتايم طيب فيه صورة هنا مطلع انه هو باين ان ادي التب او البيك بتاع الماكسيمون بلوستي بعد كده نازل شرب وبعد كده نازل دون اسلوبينج سلو سلوبي يا ترى الاياس بتاعه هنقيس في الصورة من هنا على حسب الارو من هنا وننزل لتحت كده ولا هناخدها كده ولا هنقيس الاريا ديت هو الافضل ان احنا نقيس الاريا ديت دي ممكن حتى كان فيه استعد قالت وشافه ان هو انه هو افضل في الاياس يchin생 يبدأ انه هو يعمل وياخد الاريال مجرد السلوب ده اللي نازل دون السلوب التاني هيطلع لي انه هو كان البرشور هاف تايم ميت ميلي ساكن. في حين انه هو لما اخده النورمل بتاعه من بداية اللي هو السلوب الطبيعي لغاية الوقاس البرشور هاف تايم في الميد هاف بتاعتها تلع انه هو مية وتمانين ميلي ساكن فطلع علينا انه هو هور سبير عن لو احنا اخدناه في اول جزء اه اياس بالنسبة ده بالنسبة للبرشور هاف تايم فهي دي الحاجات اللي احنا محتاجينها ان انا اسس اولا ان انا بعمل زومنج على في الابيك الفور اعمل زومنج على الميترال فالف حط السامبل فوليوم برالي للفلو بقيس بالكونتينيوس ويف نفس الويف هي يكون شارب ودنس وواضحة مفيش اي هزنس فيها بقيس البرشور هاف تايم وفي نفسها برضو بعمل تريسنج بحيث ان انا اقدر اهسس المي الماكس من بريشور جريديان ان زمين بريشور جريديان زي اللي هنا واضح في الصورة هنا مطلع انه هو فتين مليميتر البيك وان مين جريديان طالع خمستاشر في المشاكل اللي ممكن تواجهنا في البرشور هاف تايم حاجات كتيرة اول حاجة ان احنا ممكن يكون في العيانين اللي عندهم والأتراف فيبراشن يفضل ان احنا بناخد على الاقل سريتو فايف كونسيكيتيف سايكلز ونقسهم ونحاول ناخد السايكلز اللي هي اشبه انه يكون الهارت ريت سلو انا اخدش اللي هي بطبقة فيري رابد او وارا بعدها او ان السلو بقين شارب نازل لتحت نحاول نكسو كلود وناخد الحاجات اللي هي بطبقة الى حد ما ماشية مع السلو هارت ريت ده وديه شوط بي افويدد يبقى احنا كده بالنسبة للكالسافيك بيبقى صعب جدا ان احنا ايس في البلانيمتري وبرده صعب بالنسبة لنا ان انا ايس بال ال pressure have time طيب لأسوال لو حدي يحب ان هو يجاوبه ممكن يفتح المائك ويجاوب علي all the following over estimates the mitral valley area when measured by pressure have time оротiques patient ولا restrictive lv function left to right. zwyer mitral regurgitation يجاوه ان هو يعمل ايه معادة واحد من دون. الناس اللي ممكن لو عايز يجيوه. تمام. هو متن في الاغلب اللي هو بكل الحاجات دي بتعمل والحاجات اللي هي ممكن تأفكت وتقللوا ان الحجم الاثنية يائمًا الوفارات بيقال او أن اللفارات بيختار بيقال الحاجات بتقلق بتخلي اللفارات بي marketers زي لو في عندنا Akan والشنط دي صديق او الوفرات بيديرadores في حالات زي الاسد او ان يكون او ان يكون بتاعه عالي لما يكون او العيانين اللي عندهم يحصل وده اللي بيخلي ان وده ادى لي ان احنا نقدر نتكلم بكل امانة ان كل سواء وكلهم بلا استثناء بيقدوا الى لذلك يعني ممكن بسبب ولذلك ولذلك لو لقينا البرشير هفتايم اكتر من ميتين وعشرين ميترسينوسيس سيفير لكن لو لقينا البرشير هفتايم ميتين وعشرين هنقدر نبص على اثار ميسوس سواء بقى ان احنا زي ما قلنا البلانيمتري البيك والمين جريديان سواء الكنتينيوتي ايكويشن او البييزة اثار ميسوس نقدر نأسس السيفيري في البرشير هفتايم برضو نفس الطريقة عشان نحن لما بنشوف في البروستيك فالف في ناس برضو ممكن تقيس البرشير هفتايم عليه دي it is not accurate والوحيدة الاخيرت ميسود في العيانين اللي عندهم بروستيك فالف هي الكنتينيوتي اكويشن دي تالت حاجة نحن في الاساس السيفيريتي بعد البلانيمتري والبرشير هفتايم هو البرشير جريديان واحنا هنا في الشكل دوت ان احنا بنشوف بنأسس المين والبيك جريديان برضو في الابيكال فورد شامبر فيو سامبل فوليوم عن تبس نعمل بابي بحيث يبع بقى الاليازنج وبحط السامبل فوليوم وبقيس هيتطلع لي نفس الويفز بالشكل دوت هبدأ اقيس سواء منها الاول كان البرشير هفتايم او لو هنقيس بعد كده نأسس المين والبيك جريديان زي ما هنا شايفين في الصورة هو اس مرتين فمطلع لي في اول اياسن كان المكسيمم جريديانت 11.5 هنا برضو 12.5 ده ماشي انه هو يكون ميلد ميترال مشكلته ده غير بقى البلانيمتري انه هو ديبندنت على الهارت ريت ودبندنت على الترانس فلو بيعله لو الفلو عندي عالي او ان الهارت ريت رابد ودي مهمة جدا ان انا لو هعمل هيس للعيان لازم في الربورت اكتب الهارت ريت جنبه لان انا عندي جالي عيان عنده الهارت ريت بتاعه مية وعشرين او مية وثلاثين هيبه هاير زين زي سريدين فمباش ميس ليدينج للدكتور اللي هو في ارى الربورت فلازم اكتب ان الهارت ريت دوت اتقاس على هارت ريت كزا سواء هارت ريت كان سبتين هارت ريت مية هارت ريت مية وخمسين لازم يبه الكنسولتانت عارف ان الهارت ريت ان الهارت ريت لان مع زيادة الهارت ريت عندنا وحالات هنا دي الصورة ديت اللي هي واضحة زي ما احنا قلنا احنا قلنا انا بنشوف بنعمل color بحيس ان انا اشوف الاليازنج اللي بيطلع من الميتر ديرينج الدياستلو واشوف بتاعه وبنزل بطب برر اللي هنا الصورة لو احنا شوفناها باي لو او باي لوجك ان انا عشان احط من غير color هلاقي ان كان المفروض ان المفروض ان المفروض اللي انا امشي عليه وابدأ اسس ايه ال على دي دي انت مجرد هتحط عليه يعني انت هتحركوا هتمشي مع color دوت وهتبنازل معاه على سواء ان انت هتبدأ تحرك البروب نفسه او حتى ان ال مع حركة البروب هتبدأ تعمل بعيد لكن مايوباش واخد انجل لان الانجليشن ديت هتبدأ انه يت under estimate بتاعتك بالنسبة لل البيك اندبين كده بس لا لازم تتضبط اه من حركة البتاعته مش في كل الاجهزة تقدر انها تعمل الانجلي فهو لازم احمل حركة البروب نفسه ان انت تقدر تعمل بقى فهنا الانجليشن بس لازم طبعا ان انت بعرفين ازاي التكنيك والتكس في ياسو و اه دي كانت اهم نقطة فيه بعد كده لازم برضو افتميزيشن للحاجات بتاعتنا بالنسبة للجين بالنسبة للفلتر عشان اقدر اطلع واده ان انا اعمل تريسنج لي حالات برضو الاف لازم ايس وبياخد بتاع يعني هنا كان اول واحدة ايه مطلعها اربعتاشر تمانية التانية اربعتاشر ستة اللي هو ستة او تمانية او يعني ما تحركش عن المودرد بس هو يعني استيلي الفرود ان احنا بناخد ال في العينين اللي اخدوهم اترال فايبرلاشن وهو ده الاكتر اللي احنا بنعتمد عليه وهو الاكتر في الاس وحتى في الديايدلاينز او اعتمد مني على المين جرادينت وليس البيج جرادينت البيج جرادينت اقل من خمسة ده يعني معناها انه ميلد ميترال سنوزيس الخمسة العشرة ده مودرات ميترال سنوزيس عشرة او اكتر ده سفير ميترال سنوزيس البيج جرادينت هي برضو نفس الطريقة ان حاجات ممكن تزودنا الجرادينت او حاجات تقلل الجرادينت عشان كده ان احنا قلنا لازم ان انا اقول في الغالب الهارت ريت لان طبعا ان مع العينين اللي هم اكتب الهارت ريت زي ما شايفين هنا او سينس تاكيكارديا هيزود لي فلازم اكتب الهارت ريت عندي حاجات تانية بتزود سواء الانمية او هتزود لازم تبقى مذكوره في التقارير بس اهم حاجة طبعا لازم اكون اه كاتب الهارت ريت اللي انا قسط عليه ده وتقبل اه تالت حاجة او رابح حاجة احنا موضع ممكن نشوفها ال وهي بصراحة وما بنستخدمهاش كتير في حالات الميترال سنوزي هي نفس التكنيك بتاع ال بس هنا انا بجيب ال على ال و باخد ال وطبعا بعمل ال وطبعا بعمل وطبعا بعمل ال التكنيوتي في الناتف ميترال سنوزي وليس ولذلك احنا بنحاول ان احنا نخليها في العيانين اللي عندهم ميترال بصيس اكتر الا اذا كان بالنسبة لي في اوقات كتيرة ان عيان سيفير كالسيفيكيشن و للفالف صعب جدا ان انا ايسه ساعتها بلجة ليل ال ممكن ايس بيه البيزة برضو نفس ال الرول بتاعها في ال برضو ما بنستخدمهاش كتير من الطريقة بتاعاتها يمكن احنا شايفين كمية معادلات على الناحية الشمال بس كل الحاجات ديت هي المفروض في الجهاز على حاجة ايسه الاستيسه ان انا اعمل السمال البيزة او ال ال اللي هو بدءا من عند ال و هو المفروض الجهاز ان هو بيطلع لي الانجل والانجل دي انا بحسبها ويبحث بالردياس وبعمل دي برضو بحطها في السوفتوير بيطلعها ليه في الاخر ان البيزة هو طالع لكن مش محتاجين ان احنا حتى نحفظ كل المعادلات والارقام دي لان هي موجودة في السوفتوير بحث بالردياس وبحث بالردياس هنا برضو هذه الصورة بيطلع لي الرادياس مجرد بحث بالرقم دوت الرادياس وبحث بالمكسيمال بيطلع لي الاريا عن طريق السوفتوير بتاع الجهاز وتفهر النوع بتاعه هنا دي التكنيك بتاعته هو بتين زوم كالورفلو برضو على الميترالفالف على الابيكان فور وطبعا بنقلل اللي هو الليميتاشن دي هو بيبقى هنا ستين مينس ستين انا بقلل الاليازنج فيلوستي او الاليازنج فيلوستي بيخليها حوالي اربعين ودي بتحط برضو في الدياتا بحث بالانجل بتاعت الاليازنج او الهيمسفير ديت والمفروض ان انا بعد كده بحث بالفيماكس اللي موجودة في الكونتينو السوفتوبر بيطلع لي الميترالفالف اري مترالفالف رسسسنس ال 3d echocardiography هو في صراحة the most important and the most reliable and the most accurate in determining الميترالفالف اري وهم جدا ان انا ممكن اعطى رئيس بيه في ال calcified او ال регلالفالفالف او حتى بعد الميترالفالفّ و بلاستر دي هنا هنبص على الصور بتاعت 3d echo في هنا متأداء شكلي من الجهاز اللي هو من barely 3d احنا بنشوف اول حاجة انا بايخد مقطع هنا انا عندي الابيكالفور لو شايفين فيه لين هنا اللين دوت في الصورة الشمال اللين ده المفروض انه اللي انا بحطه اللي هو الهريزنطال لين دوت يقول لي انا ببص فين انا ممكن احطه في هنا في الابر بورد ده قادي الهريزنطال لين هوت فانا دلوقتي لما باجي بابص انا دلوقتي شايف من هنا انا بابص من ال من الليفت اتريم ده الورفيس هوت باتجاه الهيه باخد الو بياخد الويو بس ري سايكل ولازم طبعا يكون ريكورد باي اس جي عشان يقدر يديني ريكوردنج يقدر اعمل اشتركوا في القناة احركهم سواء shifting up او down او rotation لهم عشان يديني احسن صورة للميتر يعني بسينا حدت على الصورة هو بيبدأ الابريتور بيبدأ يحرك بحيس ان ده يبرر اللي ليفلي تهوت والتاني ده يبرد بندكلور عليه هيطلع لي الشكل التاع الأورفيس مزبوط يعني كل ده software هي اهم حاجة بس ان انا قدر اخد في الاول باصص من من ناحية الأورفيس بحيس ان انا حتى بيلتقوا الاتنين في عند الأورفيس بالزبط هيبدأ يطلع لي الصورة زي ما هنشوفها في الصورة بعد كده فريزنج هوت انا دلوقتي في الصورة هنا شايفين على اللاين بتاع الميتر أورفيس وده نازل في الميتر أورفيس نفسه ده يديني الشكل بتاعه هوت في 3D وده الشكل المفروض اللي انا كنت تعمله فريزنج وهنا بالشكل دوت هو في الاخر اللي اللايزر بوينتينج دوت طلع لي ادي الميتر الفالف اوفنينج وكوريليتينج حتى باللي موجودة في الميتر الفالف اريا هنا وهتطلع لي الرقم بتاع الميتر الفالف اريا وده المستاكيرت هنا يمكن طلع او بوينتينين برضو فديز ازا مستاكيرت اند مستريبول ولو عندنا في صراحة سواء مسلا في اسم تلاتة وعشرين او فرنساوي في افيلابل سري دي او الفور دي ايكو هيبقى الافضل ان احنا ممكن نستخدم السري دي سري دي كاناظر طول ايكو كارديوغرافي هو احنا بنستخدمه في العيانين اللي هم عندهم مودريت مايتر السلوس في الاغلب وعندهم سيمتوم زي اكسرشنال ديسنية وطبعا دي ما بتفسرش السيمتوم تاعتها بنبدأ نعمل لهم اكسرسيس بهدف حاكتين ان انا اسس البلمانر ارتر براشر مع الاكسرسيس واسس الترانس مايترال جريدين لو لقينا هنا في المين مترال جريدينت والبلمانر ارتر سري دي تلع اكتر من خمستاشر مليميتر مركري المين جريدينت ده بيبقى مع السفير مترس نوز ده في التريدمل او في الاكسرسيس لكن في الدو بيتامين ايكو يبقى الجريدينت لو اكتر من 18 مليميتر مركري ده بيبقى سفير مترس نوز لو في اي كان نوع الاكسرسيس اللي بنعمله سواء تردمل او دوبيتامين او بالمونار الارتس ستوريك باشر اكتر من ستين ده يبقى ان العيان ده يدخل يعمل بلو ميتر الفيلو بلاستي او ان هو يبقى فور سرجل او حسب الاندكيشن اخر حاجة احنا زي ما قلنا هبنشوف الـ severity الـ etiology بالنسبة لـ mitrithnosis بنشوف اخر النمرة التلاتة الـ consequences of mitrithnosis اللي هو سواء الـ left atrial dilatation طبعا انا محتاج ان انا قيس الـ left atrium سواء ان انا بشوف الـ diameter بتاعه او ان انا شوف الـ left atrial area او الـ volume في الـ apical 4 and apical 2 بنفس المسل بالضبط اللي احنا باستخدمها في المسل الـ guidelines الجديدة في العينين الـ mitrithnosis وديكت مهمة ان احنا ناسس الـ left atrium ده محتاج ان احنا نانشيات الـ anti-coagulation بتاسس طبعا الـ pulmonary artery systolic pressure سواء على tricuspid regurgitation velocity بالcontinuous wave او لو في عندنا برضو pulmonary regurgitation بابدأ ممكن الـ peak velocity عليه بابدأ الـ pulmonary artery pressure نقدر منشوف الـ right side سواء dilatated مهمة جدا بالنسبة لي ان انا الـ right ventricular stolic function بالـ tab C mainly حتى او ان احنا بالاناظر technique لانها تفرق معانا الـ prognosis بعد كده في العينين لو عندهم الـ right ventricular function بعد balloon mitral او surger ده هنا يمكن اللي احنا بنشوفه ان احنا هنا ده كان عيان severe mitral synosis right atrium dilatated right ventricle dilatated مهمة جدا بالنسبة لي ان انا acel base of right ventricle وده يمكن اهم حاجة في measurement of right ventricle ال basal part ده بيأثر معي في الـ prognosis بعد كده لو كان الـ diameter بتاعه اكتر من 40 ميلي في الـ diameter بتاعه هنا بحط طبعا الـ continuous wave على tricuspid valve المفروض ان هو بيطلع عليه الـ jet بالشكل دوت بحط طبعا الـ peak على الـ site اللي انا بقدر اشوف عليه الـ contour dense وما يكونش فيه اي finting او زي الـ contour ده وببدأ احط الـ calibration بتاعي هنا to assess tricuspid regurgitation وبيطلع عليه roughly الـ pressure gradient اللي هو بيربريزنت الـ RV systolic pressure اللي هو طلع 113 باد عليه طبعا الـ right atel pressure عن طريق measurement of inferior vena cava بيطلع عليه pulmonary artery systolic pressure بنشوف الـ associated lesion كما ان احنا نلاقي مع الميتر السنوس ممكن نلاقي فيه mitral regurgitation ممكن نلاقي فيه evidence ان يكون فيه affection للـ auric valve سواء systolic dooming في بدايته او ان يكون عنده mild auric regurgitation او whatever severity بناسس الـ other valves بنفس التكنيك او الميثلز بتاعتهم ودي بتضاف برضو في الرغم decision regarding syrupy دي اخر حاجة وقلنا دي ممكن بيطب اهمية الـ echo في الميتر السنوس بالزاد دون عن بقية الـ other valve ان انا هنا ممكن اعمل decision regarding syrupy وده بيكون بكزا سكور يمكن اشهرهم او اللي احنا بنستخدمه اللي هو الـ welkin score بناسس four points اللي هو mobility seconding cordial involvement classification وزي ما احنا قلنا حتى للتبسيط وللسهولة هنلاقي هنا انهو حتى في الموباليتي او في الاربع نوع الدول ان كل حاجة بتبقى affected من التب وبعد كده بتوصل mid segment وبعد كده بتكمل غاية الـ بنحط الـ score بتاعنا الـ welkin score ده الارقاء دي الحاجة المفروض الـ data اللي احنا بناسس على أدسها طلع علينا الـ score لو كان أهل من 8 ده بيcorrelate وهل ان العيان ده ممكن يبروسيد لـ ballon mitral commistrotomy لو من 8 الـ 12 ده gray zone فدي برضو according to sporetic يترى انهو يبروسيد لـ ballon mitral او انهو يستند surgery دي بيها debate ودي according to الـ operator او الـ consultant اكتر من 12 ده معناه انهو ان الـ valve restricted heavily calcified ودي هتب فيه ball results بعد البالون mitral فبيفضل ان العيان لو اكتر متناشر to send for surgery limitation of welkin score هو كان ان ما عملش assessment لـ commissioners هو كل اللي عمله شاف الموباليتي الكالسيفيكيشن 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 و السيكنين دي كلها كانت و الكالسيفيكيشن فقط لكن الـ commissioners ما كانش اتكلم فيها خالص تماما وإنه هو يقدر يفرق ما بين الفيبروسيس و كالسيفيكيشن برضو نفس الطريقة وإنهي فى frequent under estimation of salveolar disease ويهي يستند يمكن ده الى حد ما ريليبل شوية واسهلهم اللي هو الكورمية ميسوت ان احنا بنشوف ان العيان اللي هو جروب وان اللي هو جروب وان وطودة بيليبل ونان كالسفايد فهو جروب وان وطودة في الاغلب الاحوال بيبصير لان مش كالسفيكيشن خاص. هو حط الكالسفيكيشن في جروب سري. فالرق جروب وان وطودة عن طريق الافكشن اف سوف فالفولار ابريتوس لو الكوردي طولها اكثر من عشرة ملي فدي جروب وان لكن لو عندنا اف امور افكشن للسوف فالفولار ابريتوس وسيكن دي كوردي اقل من عشرة مليميتر ده حيدخلها في جروب والاتنين نون كالسفايد لكن جروب سري ده خلاص كالسفيكيشن وده العيان ده whatever degree of classification ده بيبروسيد فور سيرجري نوت فور بلول ميتر. ازر سكور زي الار تي سري دي سكور والكماشر سكور. الار تي دوت هو يعني جاب كل حاجة يعني سواء ان هو اتكلم عن اللفل اتكلم عن السوف فالفولار ابريتوس. فاللفلت زي ما قلنا في الاول ان احنا قلنا الانتيريوري ليفلت كان سري سيجمينت والبستيريوري ليفلت سري سيجمينت فبدأ يتكلم على كل سيجمينت من دول سيكنس والموبيليتي وكالسفيكيشن. فإدنا نوع من الشمالية بالنسبة للليفلتس. ستكلم فيه عن الفيوجن. اللي هو يترصي بعيد ولا. اتكلم عن السيكنس. سواء نورمل او ان هو دلوس كور وان لو سكت. فهو شمل الموضوع كله ان كان ان هو ما تكلمش عن بس يتكلم عن الليفلتس وتكلم عن السوف فالفولار ابريتوس. هو بيدينا نوعات من زيرو الواحد وتلاتين لو ان اقل من تماني تماني نوعات في النوعات دي كلها فدي الا في تأكيد الي ماء الت İ folder zu Life abnormal. لو لأكتر من اربع اشار دي سفير ما بينهم فده مضرب. الكميشاري سكور ده سكور سهل من انا شفت دلوقت اللي هو البسترمية الكميشار والأنترولاترا الكميشاري. يا ترى الكالسفيكيشن دوت ما فيش كالسفيكيشن هدي زيرو ولا برشا الكالسفيكيشن واحد ولا اكسينساف كالسفيكيشن هدي اثنين في الانتيرو وفي الوستيرو بتاعه من زيرو الاربعة. اربعة طبعا ده لكن لو زيرو ده معناه نو وده بيقولنا ان العيان دوت بيفضل طبعا او ان هو في الاغلب ان هو يعمل دي شكرا دي اول محاضرة انت سنقل على المحاضرة اللي بعدها نحاول وفيها النقطة المهمة بالنسبة لنا فيها مشان نحتاج ان احنا فيها جديد. هو ان شاء الله عشر دي بالزبط وهتكون خلصة باذن الله. هو بس انا بحب اعمل اكناولج منت للدكتورة غدا سيد. هي اللي ساعدتني في المحاضرة ديت. وبعدتلي المتاريال بتاع. دي احنا مش نتكلم عن الابريتاس تاني احنا قلناه وقلنا بتاعته سواء الانتيرو والبستيرو ودي الفيوز اللي مفروض ان احنا بنشوفها وايه الشكل ده كل مختلف. هنا في الميترال ريجرشتاشا ممكن نبدأ. ايه الاسئلة اللي احنا ممكن ان احنا نسألها لنفسنا بالنسبة للميترال ريجرش. اترى في اولا الميترال ريجرش ولا مفيش ميترال ريجرش. ان ساعاتنا ممكن يكون عندي في البداية ان يكون فيه البروكسيما الكلوزيج. تديني شكل انه في ميترال ريجرش. فدي لازم يتأكد ان فيه ميترال ريجرش ولا مراد. ولازم يحدد السفيرتي يطرى ده ميلد مودر سفير ميترال ريجرش. ايه الباسولوجي او ايه الاتيولوجي اللي عنه. يطرى ده مثلا روماتيك ولا اسكميك ولا انفكتي في اندوكاردائي تسرب شرد كوردي. ايه الاتيولوجي ولا ميترال. ولازم يقلق و دي مصط أمبورتان اني انا اشوف هنا ده في ميترال ريجرش ولا مفيش. هنا في ميترال ريجرش يباين قدامنا اللي هو المزايق الغلاري اللي بيباين هنا دورنج السيستول ماشي في اللي في اللي في حاجات مهمة بالنسبة لي في مهمة في الستيبس او ان انا اقدر اشوف ميتر الرجرج كويس. النوع دي اول حاجة ان انا زي سطب يعني لما بيباع الموبايل بيسطب الموبايل بتاعه والجهاز بتاعه لحسب احتاجات. انا عشان اشوف ميتر الرجرج كويس. انا بالنسبالي ده هنا عندنا ال color scale. color scale ده بيفضل زي ما انتم بشوفوه كده بيبقى ستين ستين اللي هو ستين سنتي في في السانية. هو ده الoptimum ان انا اقدر اسس بي. الا ازا ان انا كدت هحتاج اعمل اسسمنت للبيزا او الفينا كونتراكتا فانا بقلل نايكو السكيلينج دوت بدل ما هو اتنين وخمسين بازل بي الاربعين. بالنسبالي الجين بيبقى مهم جدا كل ما قلل الجين كل ما هي ممكن يبقى under estimating الميتر الرجرج تيشن. بعكس الاوفر جين برضو ممكن ان هو يبقى النقطة المهمة الفريم هنا انتو شايفين الفريم ريت. فريم ريت بتوقف على الهو المربع دوت. السكتور دوت. كل ما وسع السكتور ده كل ما الفريم ريت يد. فممكن ما يدينش الشكل بتاع الميتر الرجرج الحقيقي. ويخليه هزي ويخليه ويدر عني. فانا بفضل ان انا اخلي السكتور دي دوت او في الحجم بتاعه قليل ما يبقىش كبير مسلا مغطي الارت كله بالكامل او التويترية. عشان كده واضحة معك. طيب بص انا هقول في الصورة دي بالنسبة لنا اللي احنا محتاجين ان احنا نزبطه في الجهاز الاول عشان اقدر ان انا اخد صورة كويسة بالنسبة للميتر الرجرج تيشن. اول حاجة بالنسبة سواء القلر بالنسبة لي اللي احنا بنشوفه هنا في القلم هنا الرقم بتاعه او الاليازنج او بنسميه النيكوست الميتشن اللي تحته او او اكتر منه هتب الصور هتب الاليازنج فيها اكتر فدي بنحاول نقلل. فاحنا هنا المفروض ان الارقام دي تببه ستين ومينس ستين سنتي برساكد. دي الافضل والاوبتمال ان انا اشوف بها الميتر الرجرج تيشن مربع. ممكن اقلل اللي موجود في اللوار مرجن دوت اللي هو الالتين وخمسين ده ان انزل بيه الاربعين. ده في حالات ان انا لما اجي اي سيلفينة كنتركتا او ان انا بشوف البيزة. لكن اذا رايز انا بحافظ عليه ان هو يكون ستين ستين بالنسبة للقلر سكيلين. الجين نفسه طو مطش جين او طو لور جين ممكن يأثر لي في الشكل بتاع الميتر الرجرج تيشن جد. فنحاول سواء احنا عندنا في الاجهزة اللي هو اللي بندوس عليه الاي سكان او ان انا ببدأ ازبط الجين مبين اربعين لخمسين بحيث ده هو ده الشكل او الاوبتمال ان انا اقدر اشوف منه البيزة جد كويس. اخر حاجة اللي هي الفريم ديس بلاي او الفريم ريت. والفريم ريت ده بيتوقف على على السكتور اللي احنا بنعمله ده. كل موسطة سكتور دوت او طبرته كل ما الفريم ريت يقل فبيتلع لك الصورة ممكن الهزنس ويطلع لك الميتر الرجرج اكتر من الطبيعي. فنحاول بقدر الامكان يبقى السكتور الدس بلاي دوت يكون على نفس الحجم مثلا بتاع الليفت اتريم جزء من الليفت فانتريكل ويهي منزودش عن كده عشان منقللش الفريم ريت بتاعه. البست فيوز طبعا ان احنا بنشوف فيها الميتر الرجرج تيشن هي البارا سترن اللونج اكسس فيو والابيكال فور والابيكال سري والابيكال دو اه شايفيني الصورة دي دي طلع لنا برضو ان هي في ميتر الرجرج تيشن دوت حد يقول اترى ده سنترر والاكسنترك وباين ان هو اكسنترك وحتى باين فوق التبس في مزق قلار دي كده او في اللي هاته ديت ممكن لما نعملها فريز اهن. هنا بالصورة واضحة اولا الفريم بتاعنا هنا طالع ستة وخمسين مقارب طبعا ان احنا بنقول للرقم بتاع ستين الفريم بتاعي ريت كويس ان انا بس مبكز على من الليفت فانترك لعشان اقدر اشوف البيزة اللي موجودة فوق عند التبس دي واقدر اشوف الريجرجنت جيت عندي بالكامل تمام؟ واقدر اعمل استاسمنت حتى بعد كده للبلمونري بيزة. هنا ده المفروض اللي هو الريجرجنت جيت. عندنا حاجة من اثنين اللي اما ان هو سنترل او يكون اكسنترك. معظم القياسات بتاعتهم للأسف كلها اعتمدت ان هو لازم يكون سنترل ريجرجنت جيت وان هو يكون هولو سيستولي. زي ما بنشوف هنا مثلا في الصورة دي ادي ريجرجنت جيت اللي هو سنترل جيت. ادي ادي اللي هي بين نفسها نفسها احنا بنقسها بنسميها بعد كده فيه اليازن كالر بيبقى موجود كده في الاغلب بيبالونه احمر شكل وهو ده المكان اللي احنا بنقس فيه البيزة. في ايها بيبالون شكله الى حد ما ازرق اللي هو البروكسي مال كونفرجنت. لازم نفرق ما بين البروكسي مال كونفرجنت والحتة هي اليازن كالر اللي انا بقى ده هيس منها البيزة. حوالين السنترل جيت بيبقى فيه حاجة بنسميها ريكروتد فلو. وللأسف ان هي في اغلب الاحوال سواء يعني ممكن او ان هي تكون حتى في الجهاز فولت. فاغلب الاحوال دي بتتقاس مع السنترل جيت. وده اللي بيخلي ان في معظم الحالات بتاعت السنترل ميتر الريجيجن بتبقى اوورستميتد عن الطبيعي بتاعها. وده بسبب الريكروتد فلو اللي بيبقى حوالين السنترل جيت. ان احنا بنقيس بقى بالدوبلر البلصد ويف دوبلر طبعا استحالة بسبب الاليازنج والمشاكل اللي فيه. ان انا اساس ميتر الريجيجيتيشن فكل اللي انا بعمل اساس من فيه عن طريق الكونتينووس ويف دوبلر بيطلع لي الانفولوب او الاسبكتر الديس بلاي على اللور صيب. سواء ان انا باخد البيك البيك فيماكس او البيك فيلوستي او ان انا بعمل تريسنج الانفولوب بحيس انه يطلع لي الفلوستي تايم انتجرال بتاعت الميتر الفالف ودي هنستخدمها في الاياسات بتاعتنا بعد كده. عشان نكوانتيفاي الميتر الريجيجي انتو فاكرين لما بنيجي نكتب تقرير الايكو فيب عندنا فيه نوقات ان احنا بنتكلم طبعا عن الفلتس بنتكلم عن الصففالف وابرييتس بعد كده بنتكلم عن الميتر الريجيجيتيشن. هلازم نقول انه طبعا ميلد او مودريت او سيفير. فيه نوقات مهمة جدا لازم احددها انها عشان اقول التجريب بتاعت او السيفيريتي بتاعت الميتر الريجيجي. طبعا بطبه مهمة بالنسبة لنا او الموست الكمون اللي احنا بنعمله كله. اللي احنا بنحدد الجيت اريا. والجيت اريا دي سواء ابسلوت او سواء للليفت اتريال اريا. فدي اول حاجة. ثاني حاجة ان انا بشوف الفينا كونتراكتا. وثالث حاجة ممكن ابوص على البالمودري فينا في حاجة من الحاجات المهمة جدا ليه نمرة واحدة اللي هي البيزة او دي من اهم الحاجات ليه لاني هطلع لي ده كتير قوي. دي هطلع لي اولا او ده بالنسبة للعينين وهتقدر تقول لي فدي الحاجات المهمة جدا واللي لازم حاطة في عصم العينين سواء البرائمري والاهم منهم ان انا اكون محدد الافكتب في والريجيشتشن فدي الداة الميتر راجرج ممكن يطلع لي الحاجات ده عن طريق البيزة البينا كونتراكتا الجيت اريا سواء ابسلوت او الريلاشن للليفت اتريام وبنعمل عشان نشوف ترى فيستوريك فلوري بيرسل ولا لا دي اول حاجة البيزة البيزة هي سهلة جدا واي حد يقدر يعملها بسهولة بس المهم ان هو التكنيك بتاع انه يعمله ازاي اول حاجة ان انا لازم ان انا اجيب انا اجيب بانزل من ودي اللي بنسميها او الاليازن بانزل اي من ستين لاني انا بنزل بانستين علشان يبدأ يطلع لي الشكل بتاع النقطة او الحتة اللي هي بتبقى اكنها زي الدايرة ديت اللي هي بتبقى اضاف سواء هنا او ان احنا بنشوفها قديل بيبقى الشكل بتاعها او بصورة هنا حتى اللي احنا في الاولانية بس الاسف ان انا مش عارف اعمل لقى فريز هنا لو شفته عند السام بالزاف هنلاقي ان هو بيحصل هنا في الشكل ده ولكن ما بنعمل فريز للصورة هيبدأ يبين ممكن ابدأ احرك الفريم بتاعتي لغاية بسببته وابدأ اطلقه ده هنا حتى البيزة دي المكان ده اللي احنا بنقيسه بداية من هنا لغاية هنا لغاية الو ده الراديس اللي انا بقيسه في الحالات داية. تمام? فانا اول حاجة بطلع الابحل في المسابق بأنا الشكل بعمل زومش او بحط الكلر بعمل زومنج على الفيطر الفات بقلل الالياسينج فلوستي خلاه متحاسي 40 بحس انه هو يطلع لي الشكل اللي هو موجود ادي المستيرو الليفلة هيت وادي الانتيرو الليفلة ويدي الجرش انتجات اللي هو موجود في الليفتي اثان эту ده الجزء اللي هو موجود في الليفتي بانتج من فوق فيه لوان ازرق حواليه هو اللي احنا قلنا عليه اللي هو اللي هو وبعد كده الموزاك color او اللي هو الاليازن color دوت بنبدأ من اوله من عنده الزفط لغاية في الجيت اللي هو احنا ما بين اللي هو ده اللي بنسميه فاحنا لو جربنا جواه حتى دلوقتي على اي جهاز ومجرد ان انا احط صورة واعمل color وعملت فريز هيطلع لي في الـ options الميترال هدوس عليها في حاجة اسمها البيزة البيزة بنلاقيه ان هو بيطلب 3 حاجات ممكن حاجة automatic اللي هي اليازنج فيلوستي احنا مثلا دلوقتي هنا مينس 38 فانا لاما هكتبها لاما الجهاز هو خلاص already recording ان انا عملت عند اليازنج فيلوستي 38 النورمال بتاعنا احنا بنعملها من 40-44 ده دي اول حاجة هو هيطلب مني الـ radius فانا هقوم ايسو وهقوم هدوس بعد كده الخطوة اللي بعد كده هقوم عامل على الميترال هيتلع لي بتاع الميترال زي ما احنا بنشوفه تحت هنا عندي حاجة من اثنين لاما ان انا جانس ان انا هايس البيج فيلوستي فقط على اولياء الفي ماكس فقط هحط النقطة هنا وهدوس ده ساعتها هيطلع لي اللي هي الـ ERO دا هيطلعها لي لكن لو عملت دوت زي اللي هنا في الصورة تحت ديت ده ساعتها هيطلع لي فهو سهل جدا انا كل اللي مطلوب مني ان انا هاسبط بتاعي زومنج فريز وعلى الـ وهكون مزبط الـ aliasing velocity بتاعت على ميناس 40 وهبدأ احرك الفريمز لغاية ما يبنلي الشكل ده هايس طبعا هابدأ الـ software بتاع الميترال على البيزة هيطلع ليه دخل الـ radius هايس الـ radius هنا وانتر وبعد كده هاعمل بالكامل هيطلع لي كل الـ data بالكامل سواء الـ او الـ بطريقة سهلة والـ software عمتا حلها بدل المعادلات اللي هي كان زي ما احنا بنشوفها كده حاجات صعبة جدا واستحلت هنا دي كتأسل حتى في الصورة هنا قادي الـ مكان اللي هو النص الهيمسفير الاحمر في الحتة دي ده اسطو وبعد كده عملت على الـ حسبت الـ وعملت الداتا دي كلها المفروض ان هو هيتلعلي في الاخر اللي هو الـ الـ هنا دي الأرقام دي للسهولة ان احنا لو عندنا الـ effective regurgent orifice area اقل من 0.2 سقور سنتيمتر فده ميلد من 0.2 ل 0.39 لو تساطة الهيمية سقور سنتيمتر ده مودرات لو 0.4 او اكتر الـ او عن طريق لو تلع اقل من 30 ملي فده ميلد لو من 30 لتسعة وخمسين فده مودرات لو اكتر من ستين فده معناها 60 ملي فده معناها ان هو سبق فده انا استفدت من البيزة في النقط دي غير الـ ان احنا بنحسبها او الـ فالبيزة من الحاجات المهمة تاني حاجة مهمة بالنسبة لي ان انا انا هي مشكلة البيزة زي ما احنا قلنا هنا احنا هي المشكلة ان هي بتعتمد على سنترال جيت عشان يطلع له لكن لو يطرى فيه اكسنتريك جيت وانا لأ اكسنتريك با بيقباش فيه الهميسفير ده يتموته فدي مشكلة ساعات ممكن نحول تاني اللي هو والبار سترنال لونج اكسس بيو ممكن شكل هميسفير بش هميسفيري فده ساعاتها برضو ليه سبشيال تكنيك ان انا ايسه منه فلو عندنا اكسنتريك جدل والبصع طب يا ترى وعندنا شوفت ماس حد منك عمل ايكو مرة وانا مثلا تو جيتس او كده فده بيبصع بص انا مش اقدر احصل بيزة لتو جيتس فده برضو من الـ أو ان ما يكونش الـ يعني لو في عينين برضو يبقى صعب او لو عينين يبقى صعب ان انا ايس فيه لكن بيطب اكتر مشكلة بالنسبة لنا في والمالتبول جيتس ان هو البيزة فتبقى لحد ما صعبة ان انا ايس فيهم العينين ولازم يبقى الـ دوة وكون متاكلة في لان مشكلته زي ما شفتوا في المعادلات الرقم ده يبقى في اي فولت هيبقى فمش مجرد ان هو خطأ لا ده انا بيدربه في مضاعفات فده نخلي بالنا منها ديورنج الـ لكن بالنسبة كالسوفتوير سوفتوير سهله جدا ان انا اقعد رئيس بي البيزة من غير اي مشاكل البيزة البيزة برضو هي ممكن تتقاس مع البيزة وبعمل زوم وابيكال فور وبرضو بقلل نايكوست لغاية مينس اربعين ده زي بصفت البيزة عشان يقدر يطلع علي الشكل بتاع البيزة وهو ناروست بورشان اف الكالر جيت دوت ما بين يعني انا حتى دكتور انت شايفه هنا ده المفروض من دي اللي انا بقيس منها البيزة هنا ده الريديس ده كده بغاية هنا الناروست بورشان ده في الجزء ده هو ده الفينا كونتراكت بقيسه من هنا لهنا يا طرى ده مسلا اقل من ثلاثة ميلي ولا اكتر من سبعة ميلي هيحدد لي بتاعت الميتران دي برضو نفس الصورة بس نكلم مقلوبة قادمة وها دي الشكل الاحمر ده او اللون الاصفر ده وبعد كده الدايرة دي هي دي البيزة الهميسفير دي وهبدأ اي اس الريديس من هنا لغاية هنا تمام هنا من الحتة دي هي دي شايفين هو ده ادياء جزء وده المفروض ان انا نقص طبعا عشان اقيسه زي ما احنا قلنا بنقلل بتاعنا بحسن بعمل بقلل عشان ازود بتاعي واعمل وابدأ اقيس اكر ارقام دي بالميل بحسن وفرقة الميلد الواحد بيفرق كتير ان انا بيحوله من ميلد المودرت او مودرت اسمي هنا بماخدش الكريسنت الازرق درعاية لا مبتخدش الكريسنت الازرق لكن انت بتاخد المزايك كالر بس فقط لكن الازرق ده اللي حوالي لا مبتخدش الازرق اللي حوالي فالوقفل فالقصير ان ها اقيسه فالبيسا او الان بيقى فلا توجد في الوقت هاصل مفروض ان الان يحصل فالستري بالمفروض لو هتي ايسه حتى هيبه في الماد سستري يعني لو الانتشح بنتكلم في الى الماد السستري او ده اللي بتقص فيه بس انت طبعا المشكلة ان انت لما بتعمله وتحرك بحيس تجيب هل بست اللي هو موضح لك فعلا ان هو الشكل بتاعه بالدجريب وطبعاً هكون محسن البرامتر سواء الفريم ريت بتاعي او سواء الجين او سواء الكالور سكيلينج بتاعي على مينس على اللوى مينس فورتي دو المفروض هو ده اللي هيجيبلي البست شيب بالنسبة ليه لكن عشان هشوف الميتر ريجرشيشن جد انا بخلي السكيلينج بتاعي الكالور سكيلينج على ساتين ننزل بيه الاربعين اللوار مارجن بتاعه ده عشان اقدر اشوف بيه او اعمل استثمينت البيزا واستثم الفينا كونتراكت لكن ازر وايس اي ريجرشيشن جدت على السكيلينج بتاعه الستاندرد احنا بناعمل على ستين على طول فاحنا عندنا الفينا كونتراكتة لو الصيز بتاعه هنا ادي الشكل بتاعه ادي يعني انتو شايفين هنا ادي واحد من الليفلتس هو واده التالي ده الانتير واده المصير الليفل ما بينهم دوت هو ده الفينا كونتراكت ده النروست بورشان اللي هو ما بين التبس اوف طول الفلتس ده هنقيسه هنعمل زومنج بنفس الشكل ويكون طبعاً نعملين الكالور سكيلينج ونقيسه لو اقل من 0.3 سنتيمتر ف ده لو من ثلاثة لستة لو سبين سنتيمتر فده معناه ان هو بيقول لنا سبير فاحنا دلوقتي عندنا ان احنا سواء احنا بنقدر نحدد السبيرت دلوقتي من البيزة لو قلنا الافكتف اكتر من اربعة سنتيمتر او ان اكتر من ستين او ان يكون بالفينة كونتراكتة اكتر من او اللي هو يساوي او 0.7 سنتيمتر الجيت اريا بيباليها رقمين فيه رقم اللي انا الريلاشن للليفتي اتريم او الابسلوت دلوقتي لو انا مثلا عندي هنتعمل الصورة اللي بعدها ده الجيت اريا هي ده في الابيكال برضو الابيكال فور والقلر دوبلر وبنعمل سكيلينج زي ما انتم شايفين هنا على ستين او هنا واحده ستين فهو ده على ستين سانتي في الثانية هو ده النورمال بتاعنا هنشوفه في الجيت اريا بعمل تريسنج للرجل جيت ويطلع على الجيت اريا في حاجتين لاما ان انا اقول ان الجيت اريا دي بقسمها لو اقل من اربعة سانتي ده الابسلوت بعيدا عن الصيز بتاع اللي فت اتريم لو اقل من اربعة سانتي فدي مايل لو من اربعة لعشرة سانتي ده مدر تريج لو اكتر من عشرة سانتي متر ده معناها انه هو سبير تانية ان انا ممكن احسب الجيت زي في الصورة هن وهقوم عامل تريسنج برضو للليفت اترام زي ما نمشي بالارو كده. هقوم عامل تريسنج في نفس الصورة للليفت اترام. وهشوف بتاع الجيت ده مثلا انطلع سبعة. والليفت اترام سايز طلع اه تبانية وعشرين. تمام? فتبانية وعشرين على سبعة معناها ان هو ربع يعني حوالي خمسة وعشرين في المية. فهقول ان الجيت دوت بتاعه سوعة سنتي فمrome ونصبح خمسة نشرين فالميه حسنا كنا بنقول ان احنا لغاية عشرين في المية ده مايند يعني لو الجيت دوت اقوبينfall 20 في المية من اللفت اترام اجنبريه ده مايند من 20 اراراعين فالليافت اترام احمله احنا عندنا ارقام لاص اما قليل من الاربعة اigence ا� pepper اللفت اقتر من اربعين ساعة اieniaه خارجهال ay повصيب عليها اي فا لاحنا عندنا ارقام لاأمام ا rulقرها او من 4 اenta او اكتر من عشرة ده لابسلوت بعيدا عن الصيز بتاع ليفتي اتريم او ان انا بقول اقل من 20% من ليفتي اتريم بس الساعة لازم ان انا قيس ليفتي اتريم لاما قيسه في نفس الفيو اللي انا بقيس فيه الجيت لاما بقيسه في الاند اه سيستول زي اللي احنا كنا بنقيسه في الام مود بالزبط لان هو ده الستاندرد ليفتي اتريم فده او ده مفيش اي مشاكل خاص اي احنا اتكلمنا عن النقطة دي قبل كده سواء النايكوستليمت او او الورجين او حاجات اللي بتاسر على الاريا هنا الريشيو اي اتريم دي لايسة احنا قلناها دلوقتي هنا حتة في الصورة هنا ايس الاريا الالجيت اريا وهده اللي حواليها ده ايس اللفتي اتريم 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 احنا ان ريشن لو بنشوف الاريا دي لالاريا دية لو اهل من عشرين في المية لو اكتر من اربعين في المية زي ما قلنا قبل كده تبقى سيفير. بالنسبة لنا بيبقى مهمة جدا. هو ده الشكل احنا بنشوفه ودي الحاجة التانية بعد ما بنقاس الراديس في البيزة. انا المفروض ان انا بعمل بصورة زي اي كده. ان انا بعمل دوت. هيطلع لي وده هقدر استخدم منه. انا احدد. هنا يا ترى بتاعت. اه لو في انت مثلا بطبها ده لو دينس زي ما احنا مثلا شايفينها هنا بكسورة ده اصلا بيقول لي ان ده يعني معناها انها مور سيفير ميترال اه رجريتش. تمام? يمكن هي ده الحاجة من النوعات اللي هي الاسسسمنت اوف سيفيريتي. وده واخد زي ما انتم شايفين كده ده بيقول لنا ان ده في الصورة هنا ادي بتاع الميترال فالف وادي السيستول بادئ من اول السيستول لغاية اخر. فده هون السيستولك معهم. ده يقدر يفرق لي بعكس مسلا لو انا جيت في نفس الصورة دية هلاقي مسلا ان الانفولوب دوت واخد اخر جزء من السيستول زي العيانين اللي بيحصل معهم في الميترال فالف بوقدر من من الصورة زي كده اقول ان ده هول سيستوليك او ايري سيستوليك على حسب بتاعه فين ما بين اللي بايزة. اخر حاجة البسط ويف دوبلر على البلمونري فين برضو في نفس الابيكال فور بنلاقي التحت خالص بنشوف البلمونري فينز هنا في الصورة دي ودي الليفتي اترا بالمفروض بس هو كلابس شوية. فاحنا هنا بنحط البلسك ويف وبنشوف بيه البلمونري فينز ايه الاحوال بتاعك. هو الطبيعي ان هو يبصري ويف زي اللي احنا بنشوفهم في بتاع 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 الميترال. الطبيعي بتاعنا ان هو فيه لان احنا دلوقتي معظم الفلو من البلمونري الليفتي اترا بيحصل اللي هو بيبقى الميترال قافل فيه وبيحصل فيه اه اتريال فيلنج. مع الدياستول طبعا بتاع الميترال وبيحصل فيلنج فالدياستوليك فلو يبقى اقل شوية من السيستوليك فلو. فبيطلع لنا اس ويف ودياستوليك بيطبه اصغر. زي اللي بشوفها ال اي اي راشيو بتاعت الميترال هي نفس الشكل. وعندنا فيه بعدها اللي هي الاتريال كنتراكشن. لان مع الاتريال كنتراكشن فيه باكورد فلو من الليفتي اترا بيرجعو للبلمونري فبيديني سمول ويف كده موجودة ديورنج الاتريال كنتراكشن. هنا في العيانين اللي عندهم ميتر الريجارج بيأفكت. انا عمدي دلوقتي الريجارج بادئ من من عند الليفلت بيوصل بستيرولي لغاية البستيرول اللي هو موجود فيه البلمونري فينز. لو الريجارج هتنتجات سفير ممكن ده يدخل من بتاعت البلمونري فينز لجوة البلمونري فينز. فساعتها على حسب بتاعت الميتر الريجارج. ممكن لو وبداية يخلينا يحصل زي انتو شايفين لما بيحصل كده اللي هي بتبقى في الديستوليك سونكشن هنلاقي ان الاس ويف تنزل والدي ويف اللي هي بتاعلى شوية. بنقول عليها لكن لو سفير ميتر الريجارج وسنترل ووصل ودخل من وحصل ريفيرسل الفلو ساعتها هيديني ان السيستوليك ويف ديت هتوب شفتت لتحت زي ما شايفين هنا في الصورة ديت ادي بقت الاس ويف هي اللي هي السيستوليك ويف دم. والسيستوليك دوت هالبيتر الريجارج بيحصل فين؟ في السيستول. فالسيستول دوت هو الريجارج بيحصل في السيستول في كل الدم اللي في الليفتي اتريم دخل على البانونري في. وطبعا الاتجاه بتاعه بيبقى قوي من البروب نفسه. فعشان كده بيديني النيجاتيف ويف. فهي بقت ريفيرسل. الاس دي راشيو هنلاقي الاس بقت ريفيرسل. ودي استيل في مكانها. والاتريال دي ممكن تكون موجودة او تستفع على حسب العيات. بس نبدأ من اول بلانتينج او ريجارسل. او حصل اه سيستوليك في اللو ريجارسل. البرتج اس ويف دي معناها انه هو سيفير او يمكن سيفير ميتر الريجارجيتيشن. ودي برضو في الاكسنتريك. يعني احنا كل دلوقتي المشكلاتنا ان احنا كل كل كلامنا بيكلم عن الهولوسيستوليك او السنترال ميترال ريجارجيو. انا دي يمكن تلخيص للحاجات اللي احنا ممكن نقدر نطلع منها ايه الحالات الميلد او المودرد او المودرد وسيفير. انا هو معظم الكوطب او نوحط من نفسه هو مش مقسمينه ميلد ومودرد تسيفير. لا هو في ميلد وفي مودرد وفي مودرد تو سيفير وبعد كده سيفير فطو سري دي مودرد ودي مودرد توسيفير. طبعا احنا بنسس على حسب الريجارجيو انتجات الفينا كووناكتا البلمان ريجينس فلو الريجارشيشن وليوم. الريجارشتاة اورفس. ودي احنا الحاجات دي احنا قلناها كلها. يعني دي الارقام ممكن نببا نرجع لها وموجودة في كل الريفرانس. طبعا اخر حاجة ان احنا احنا بنشوف الكوزيس عن اشهر كوزيس في مصر اللي هو سواء الروماتيك ميتر الريجارش او الانفكتف اندوكاردايس والانفكتف اندوكاردايس لاما يكون بسبب ميس في عمل التقل لنفسه. هيعمل ريجارش او برفريشن للليفلت او رفشار كوردي او ان يكون عندنا اسكمة ميتر الريجارش بسبب بابلري مصر دي ممكن اشهر الاسباب او ان العيان اللي هو الكلسافيك الريجانراتيب او لسبب الاشهر كمانة دي ميتر الريجارش او سكندري ميتر الريجارش هنا الاسباب ان احنا بنشوفها في الريباتيك ده هنا ميتر الريجارش ده الشكل اللي احنا بنشوفه هو وده من الحاجات الدايجنوستيك قوي اللي هو الام موت القادي بتاع في الدياستري وده اللي احنا الشكل اللي احنا بنشوفه في الام موت مش مجرد لأ كانوا فيه في بعض بسبب الموت بتاع الميتر الريجارش دي والبرفوريشن بيعملوا اكسنتري جات اكسنتري جات هو الفترة احنا 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 قولنا في الاول انه بيبقى فيه ركروتد فيه حوالين الستري جات ففي اغلب الاحوال احنا بنبقى اكسنتري جات مشكلته انه بيبقى ديركتد الول من الاتريا سواء الانتير او المستير والسوري او المشكلة فهو الريكروتد فيه بيبقى عليه قليل نفس الوقت ما بيقدرش ان انا احد للسجارة بس هو لو كان سنترل كان في اغلب الاحوال هيبقى اكبر من كده فبالسبب ان الوفر استيميشن والريكروتد فيه اللي هو يبقى فيه اهل من السنترل فتم الاتفاع بسبب انه قدين دول ان احنا نزود الديجريد بتاعة الميتررج وان جريد يعني انا لو عندي ميلد ميتررج وانا واسق انه ميلد ميتررج وكسنتريك لا انا بقول ده مدرد لو مدرد بقول مدرد سبير لو مدرد سبير بقول سبير فالإكسنتريك جات في عامل معاملة ان انا بعلي الجريد وان جريد سواء في البرسترنى اللونج اكسز او البرسترنى شون البيزة في اغلب الاحوال بطبة صعبة ممكن نجيبها في بعض العينين في البرسترنى اللونج اكسز لو قدرنا ان احنا نقسها باسس طبعا الجيت اريا يعني هي الطب بالنسبة لي من المهمة والمهم بالنسبة لي ان انا اقول الاتيولوجي لان الاتيولوجي برضو هيفرق معي النافشار كوردي فده معناها انه اوفر سيرجري بعكس مثلا ان حاجة تانى اناظر اتيولوجي مثلا ان هو مايتر الفلف برولافس وان هو مثلا المدرد او مدرد سبير بس استيل ان فيه ازر برامتر ثانية لازم اعتمد عليه احنا قلنا يمكن دي اخر سلايد بس احنا يمكن ان اه كنا قلنا ان من الحاجات اللي اعتمدنا عليها في الميتر سنوزس ان هو في دي سايد السيرجري او مشكلة الميتر رجلشي تيشن ان فيه ازر برامترز ابرت من ان انا اقول سيفير ميتر رجلش والداتا دي كلها اولا يعني من النقطة المهمة جدا في الميتر في الاساسمنت من نسباله هي يعني في الاجيكشن فراكشن بتاعنا فوق الستين فى الميتة غير لما يكون من 30 الستين فى الميتة لكن لو الاجيكشن فراكشن بتاعه قليل البيتلاينس بيتغير ويبدأ ان هو يقامل. اخرى ده بيبقى ميتروريجج برضو انت بتاعي يبدأ او بتاعي يختلف. فلازم يكون من الميتروريجج ان احنا لقسمه. هم حاجة ان احنا نشوف ال LV دايمينشنز وال LV. واقدر احدد الاتيولوجي اخرى الاتيولوجي ده بسوى بداي سكنت متررجitation ولا دا بسوى بربش او فليل متر لفليت او برفوريتد لفليت او بسوى بإمدد فليت كل دا بيتي ومعلك الدسيزة. وانا معلش انا عطلتكم كثيراً.